بسم الله الرحمن الرحيم يسعى هذا الدرس أيها الأحبة إلى تحقيق الأهداف التالية أولاً أن يلاحظ الطالب رسم الألف في آخر الكلمات الملونة ثانياً أن يربط الطالب بين أصل الألف في آخر الكلمة والصورة التي كتبت عليها ثالثاً أن يتوصل الطالب إلى قاعدة الدرس فهيا بنا معاً لتحقيق هذه الأهداف أولاً يقول أحول الأفعال المضارعة التالية إلى أفعال ماضية هنا أفعال مضارعة يريد أن نحولها بصيغة الماضي فنقول يستقصي الماضي منها ماذا استقصى ويحيي نقول أحيا ويعطي أعطى ويلقي نقول ألقى ولاحظ أن هذه الأفعال التي أتينا بها هي أفعال ماضية وختمت بألف مقصورة هنا في استقصى وهي الياء غير المنقوطة وهنا ختمت بألف قائمة وهنا أيضاً بألف مقصورة وهي الياء غير المنقوطة وكذلك في الفعل ماذا ألقى فهي ختمت بألف مقصورة والتي يطلق عليها الياء غير المنقوطة إذن هذه هي الأفعال الماضية من هذه الأفعال المضارعة يستقصى ويحيي نقول أحيا ويعطي أعطى ويلقي ألقى إذن هذه هي الأفعال الماضية ولاحظنا ماذا أواخر ماذا الأفعال أنها احتوت على ماذا ألف مقصورة أو ألف ماذا قائمة نأتي لهذه الفقرة يقول أتذكر أن الهمزة الواقعة في أول الفعل الماضي الرباعي هي همزة قطع تكتب وتلفظ مثل أسدى وأعطى وألقى هذه ماذا الهمزة الواقعة في أول الفعل الماضي الرباعي يريد الإشارة هنا إلى ماذا إلى همزة القطع والوصل التي مرت بنا سابقا ويذكرنا بأن همزة الفعل ماذا الرباعي هي همزة قطع واضح وأعطى مثالا يقول أسدى وأعطى إذن هو هنا يريد أن نتذكر سويا ماذا الهمزة أو همزة القطع تحديدا في الفعل الرباعي ننتقل إلى هذه الفقرة يقول أتعاون معهم بجواري في كتابة كل شيء نعتقد أنه من المهم معرفته عن الألف اللينة في فعل أحرفه أكثر من ثلاثة أحرف فنقول مثلا تكتب الألف اللينة مقصورة إذا كانت رابعة فصائدا بمعنى أن الألف اللينة إذا كانت رابعة أي ترتيبها في الفعل ماذا فتكون ماذا مقصورة على صورة الياء غير المنقوطة أما إذا سبقت بياء تكتب قائمة إذا كانت رابعة فصائدا سبقت بياء فتكتب ماذا قائمة إذا كانت ثالثة ينظر إلى أصلها واو أو ياء وهذا مر معنا سابقا أننا ننظر إلى أصل الألف اللينة فإذا كانت منقلبة عن واو فتكتب قائمة وإذا كانت منقلبة عن ياء فتكتب ماذا فتكتب مقصورة كيف مثل لو أتينا بمثال نقول سماء هذه كتبت قائمة لماذا لأن أصلها ماذا أصلها واو منقلبة عن واو فنقول سماء يسمو كيف أتعرف على أصلها آتي بالمضارع أسندها إلى ضمي الرفع متحرك آتي بالمصدر فبهذه الطريقة أكتشف ماذا أصل هذه الألف فإذا كانت منقلبة عن الواو فتكتب قائمة هذا في الفعل ماذا الثلاثي إذا كانت ثالثة أما إذا كانت منقلبة عن ياء فتكتب مقصورة فنقول مثلا رما هذه كتبت مقصورة لماذا لأنها منقلبة عن ياء فنقول مثلا رميت أو نقول رميا وبهذا نعرف ماذا أصل الألف فإما أن أسندها إلى ضمي الرفع متحرك أو آتي بمضارعها أو آتي بالنصدر هذه حتى أتعرف على أصل الواو فتكتب قائمة أو تكتب مقصورة بناء على أصلها ننتقل إلى الفقرة التالية يقول تأمل الكلمات الملونة لأجيب وفق المطلوب والد بنت الشاطئ نمى فيها الالتزام وحب الاطلاء ركز اسمع هذا الفعل يقول والد وبنت الشاطئ نمى فيها الالتزام وحب الاطلاء تلقى خادم الحرمين الشريفين تعليمهم على يد عدد من العلماء والمعلمين التقى خادم الحرمين الشريفين بالفقراء والمحتاجين واستمع إلى مطالبهم وأحيا خادم الحرمين في الفقراء والمحتاجين الأمل ركز في هذه الكلمات الملونة هنا نمى وهنا تلقى وهنا التقى وهنا أحيا وكل هذه الكلمات الملونة أفعال وختمت بماذا بألف ماذا مضوعنا ألف ماذا لينة واضح؟ والألف اللينة هي ألف لينة تأتي في آخر الكلمة مفتوح ما قبلها هي ساكن مفتوح ما قبلها فهنا نمى وهنا تلقى وهنا التقى وهنا ماذا أحيا إذن ركز في هذه الكلمات لأننا سنجيب بعد قليل وفقا لهذه الكلمات إذن ختمت هذه الكلمات بألف لينة جاءت على صورتين إما مقصورة في هذه الأفعال الثلاثة أو قائمة في الفعل أحيا وسنعرف لماذا هنا قائمة ولماذا هنا مقصورة أعيد كتابة الكلمات الملونة في الأمثلة السابقة فنقول نمى تلقى ونقول التقى وأحيا واضح؟ نمى وتلقى والتقى وأحيا أصنف الكلمات السابقة وفق نهايتها قلنا أنها ختمت بالألف اللينة المقصورة وهي نمى وتلقى والتقى بينما أحيا ختمت بألف ماذا؟ قائمة ختمت بألف قائمة بما ينتهي الفعل نمى بما ينتهي الفعل نمى نقول الألف اللينة المقصورة كم عدد أحرفه؟ أربعة أحرف لأن الفعل هنا مضعف نقول نمى مشدد نمى فإذن هي أربعة أحرف ما الحرف الذي سبق ألفه اللينة؟ حرف الميم على أي صورة كتبت ألفه؟ كتبت على ماذا؟ صورة الياء غير المنقوطة ننتقل ننتقل ويقول أتذكر أن الشدة علامة ترسم فوق الحرف المضعف حين يكون الأول منه ساكنا والثاني متحركا مثل ربا وزكا والفعل الذي قبل قليل قلنا نمى أكمل الاستنتاج بناء على الأمثلة السابقة التي قلناها نمى والتقى وألقى نقول إذا كانت الألف فراغ فصاعدا تكتب على صورة فراغ مثل وإذا كان قبلها فراغ فتكتب مثل أحيا قبل قليل الأفعال نمى وألقى وتلقى ختمت بالمقصورة لماذا؟ وهنا الفعل أحيا ختم بالألف اللين القائمة لماذا؟ القاعدة ماذا تقول؟ هنا سنعرف السبب نقول إذا كانت الألف اللين رابعة فصاعدا تكتب على صورة ياء غير منقوطة متى؟ إذا كانت رابعة فصاعدا مثل إنقضاء هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عدة الرابعة إذن إذا كانت رابعة فصاعدا تكتب على صورة ياء غير منقوطة مثل إنقضاء وإذا كان ما قبلها ياء انظر هنا القاعدة يقول وإذا كان ما قبلها ياء فتكتب قائمة مثل أحيا إذن أحيا لماذا كتبت قائمة؟ لأنها سبقت بماذا؟ بياء لو لم تسبق بالياء لك كتبت ماذا؟ مقصورة إذن القاعدة تقول أيها الأحبة وركزوا معي إذا كانت الألف اللينة رابعة فصاعدا يعني فأكثر تكتب على صورة الياء غير منقوطة إنقضاء ألقاء استقصاء هذه القاعدة الأولى وإذا كان ما قبلها ياء فتكتب قائمة مثل أحيا واضح الصورة إذن ما القاعدة لو سئلت في الألف اللينة في الأفعال غير الثلاثية يعني الأكثر من ثلاثة أحرف تقول إذا كانت الألف رابعة فصاعدا فإنها ماذا؟ تكتب على صورة الياء غير منقوطة مثل إنقضاء وإذا كان قبلها ياء فتكتب ماذا؟ قائمة مثل أحيا ننتقل إلى هذه الفقرة يقول أجمع ملحوظاتي حول الدرس ثم أسجلها في الفراغات التالية نقول تأتي الألف اللينة في أفعال غير ثلاثية لأنه مر معنا في درس سابق الألف اللينة في الأفعال الثلاثية وأيضا تأتي الألف اللينة في غير الثلاثية نتذكر هنا الأفعال اللينة الألف اللينة عفوا الألف اللينة في الأفعال غير الثلاثية كيف تكتب؟ تكتب على صورتين القائمة والمقصورة كيف؟ القاعدة تقول أننا ننظر إلى أصل ماذا؟ أصل ماذا؟ الألف إذا كان منقلب عن واو تكتب قائمة وإذا كانت منقلب عن يا تكتب مقصورة ومثلنا كنا سما يسمو وكنا رما يرني تأتي الألف اللينة في الأفعال غير الثلاثية على صورتين ألف قائمة وألف على صورة الياء غير المنقوطة إذا كانت الألف اللينة رابعة فصاعدا تكتب غير منقوطة مثل انقضى واستوى إذن هذه القاعدة إذا كانت الألف اللينة رابعة فصاعدا تكتب غير منقوطة مثل انقضى واستوى وإذا كان ما قبلها يا فتكتب ألفا قائمة وقلنا مثال ذلك كلمة أحياء إذن هذه الملحوظات حول الدرس ننتقل إلى هذه الفقرة يقول أرسم مخططا تفصيليا لمحتوى الدرس الإملائي وقد مر معنا في الوحدة الماضية أو في دروس سابقة الرسوم الإضاحية وهذا الرسم يعتبر من الرسوم الإضاحية التي تساعد في فهم وتلخيص وتنظيم المعلومات نقول الألف اللين عندما تكون الياء غير منقوطة إذا كانت رابعة فصاعدا أما الألف القائمة إذا كانت رابعة فصاعدا قبلها ماذا يا ثالث وأصلها يا هذا مر معنا في الدرس السابق في الأفعال الثلاثية أو ثالث أصلها واو إذن أعيد هذه الفقرة تحديدا أن الألف اللينة تكتب في الأفعال عموما سواء ثلاثية أو غير ثلاثية على الياء غير المنقوطة متى إذا كانت رابعة فصاعدا وهذا يخص درسنا الأفعال غير الثلاثية أما إذا كانت في الأفعال الثلاثية فننظر إلى أصلها إذا كان أصلها يا فتكتب على صورة الياء غير المنقوطة متى تكتب ألفا قائمة إذا كانت رابعة فصاعدا قبلها يا وهذا يخص غير الثلاثي أو أصلها واو وهذا يخص ماذا الأفعال الثلاثية واضح؟ إذن هذا رسم إضاحي لماذا؟ لدرس الألف اللينة وعندما تكون يا غير منقوطة وعندما تكون ألف قائمة التقويم الختامي يقول استخرج الألف اللينة في الأفعال غير الثلاثية من الكلمات التالية لدينا المنزل استقصى المدرسة التقى أين الأفعال غير الثلاثية في الكلمات التالية نقول التقى واستقصى وهذه هي الأفعال أما المنزل والمدرسة فيها ليست أفعال بل هي ماذا أسمى إذن الأفعال غير الثلاثية التقى واستقصى وتلاحظون هنا أن الألف اللينة هنا وقعت رابعة ماذا؟ فأكثر أو رابعة فصاعدا ولذلك كتبت على صورة الياء غير المنقوطة ننتقل إلى خلاصة هذا الدرس والخلاصة تقول أن الألف اللينة في الأفعال غير الثلاثية تكتب مقصورة إذا كانت رابعة فصاعدا إذا وقعت رابعة فصاعدا تكتب مقصورة متى تكتب قائمة؟ إذا كانت رابعة فصاعدا قبل هيا إذا سبقت بياء فإنها تكتب ماذا؟ قائمة ومثلنا قلنا بماذا؟ بأحيا وهنا نمثل أيضا باستقصى فاستقصى وقعت رابعة فصاعدا كتبت مقصورة أما أحيا فإنها سبقت الألف اللينة هنا بماذا؟ بياء إذن ما الخلاصة؟ نقول أن الألف اللينة في الأفعال غير الثلاثية تكتب مقصورة إذا كانت رابعة فصاعدا ومتى تكتب قائمة؟ إذا كانت رابعة فصاعدا وسبقت بماذا؟ سبقت بياء مثل هذا الفعل هذا ما يخص درس الألف اللينة في الأفعال غير الثلاثية أرجو أن قدمنا المفيد لكم إلى أن نلتقيكم في درس آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة